اشتركوا في القناة ما بين المادة ما بين العنصر ما بين المركب ما بين المخلوط يقول لي هو فرق بالعنصر والمادة طب ايه الفرق بالعنصر والمركب ده هنبدأ بين النهاردة ان احنا نشلك الخلط ده من دماغك الاول نفهمك احنا بنتكلم في ايه وايه هي المادة اللي احنا نتكلمنا فيها وزي ما حضرتكو طلبتو برضو على موقع الواطس ان يبقى في اسئلة في نهاية الحلقة زي هومورك كده بالنسبة لك او واجب هنحلقى الحلقة اللي بعدها ونشوف اللي حلها حلقة صح ازاي طب فكرتها كانت ايه ودي ان شاء الله تبقى في نهاية الحلقة نبدأ كده مع بعض على خير نشيل بس مفهوم كلمة او الاختلاف اللي حصل بمعاك في كلمة الفرق بين الزرة والعنصر طب الزرة ايه المركب ايه واحدة واحدة بص يا سيدي احنا بنتكلم عن مين عن المادة طب ايه هي المادة المادة بالنسبة لك قلنا كل ما له كتلة ويشغل حيز من الفراغ طيب اشكال المادة دي ايه ده اللي بنتكلم فيه ممكن المادة بتاعتك تبقى في صورة عنصر يعني ايه عنصر يعني مادة نقية تحتوي على نوع واحد من الزرات زي ما خدناه الحلقة اللي فات وقلنا ساعتها ان شكلها هيبقى بالنسبة لنا كده وخدنا شكل تطبيقي عليها بالمنظر ده وانها تبقى كلها من نوع واحد ممكن تبقى المادة بتاعتها في صورة مركب زي ما قال دالتون والمركب عبارة عن اتحاد كيميائي بين عنصرين او اكثر مختلفين طبعا بنسب سابتة زي همقولك اتش تو او منقل المادة بتاعتك تبقى صورة مخلوط يعني ايه مخلوط يعني عبارة عن مادتين مختلطتين بدون اتحاد كيميائي يعني يعني احنا دلوقات لو جينا نتكلم على الجزئية بتاعة الفرق ما بين التلاتة دول العنصر احنا خدناه الحلقة اللي فاتت مع بويل خلاص يبقى العنصر مع بويل اعرفناه ان ده مرده نقية وهكذا تحتوي على نواحد من الزرات ولا يمكن تحليله والكلب والمركب خدناه مع دلتون طب ايه المخلوط ده المخلوط ده زي بالزلطة نجيب شوية سكر على ملح وتحطهم على بعض تقدر تفسيرهم طيب الفرق بين المخلوط والمركب ايه ان ده في هنا اتحاد كيميائي هنا بدون اتحاد كيميائي واضح يبقى المادة كبداية اي حاجة ليها كتلة وتشغل حاجة من الفراغ كتلة وحاجة طب اشكالها ايه في الطبيعة عندك في صورة عناصر عندك في صورة مركبات عندك في صورة مخلوط طب لو انا جاني سؤال من ضمن اسئلة المستويات العليا بتاعتنا على الجزئية دي وقال لي حدد اي من الاشكال التالية يمثل عنصرا يمثل مركبا يمثل مخلوطا وده اللي بنزودهولك النهاردة تعال نشوف السؤال ونشوف هتجاوبه ازاي اي من الاشكال الاتية يمثل وراح عامل لنا كده اول شكل بالدهوني كده خلاص الشكل التاني الدهوني بالمنظر ده الشكل التالت بتاعنا بالشكل ده ايه ده ده فيه انواع مختلفة هنا اه ايه المشكلة واضح طيب هنا بالنسبة لنا هنظل للشكل ده كده باللون الازرق عشان يبقى واضح معنا هنقول الشكل ألف الشكل ب الشكل جين لو انا بصيت على التلاتة دول كده وطبقت الكلام اللي انا لسه قيله حالا هقول ايه هقول دول اربعة من نوع واحد يبقى دي بتبسل عنصر طيب دول نوعين مختلفين ودول نوعين مختلفين اوكي بس هنا مش متحدين يبقى ده مخلوط هنا اتحدوا مع بعض وبنسب اتنين لواحد يبقى ده مركب ده كان اول كان وصل لنا على موقع الواطس وتكلمنا فيه ودعدت النهاردة الناس ان انا هشلك اللابس ده بحيث تبقى فهم احنا بنتكلم فيه احنا وقفنا المرة اللي فاتت عندي تجربة التفريغ الكهرابي لتومسون هنعيد التجربة بسرعة كده عشان فيه شوية اضافات هنقولها ونفهم الناس كويس قوي انت شغال ازاي في التجربة دي طيب التجربة لو تفتكر كانت اسمها اشعة الجاسود كان قلنا انبوبة وفرغها من الهوى بالمنظر ده كده وقلنا هنا فيه حاجة اسمها مخلخلة هوى وشرحناها بالتفصيل قلنا عاملة زي المكنسة بالزبط بتسحب الهوى للخارج وقلنا انه فيه هنا حاجتين بالنسبة لك متصلين ببطارية فرق الجهد ما بينهم عشر تلاف فولت ونزلنا بالضغط لو تفتكر هنا 0.01 او 0.001 وبدأنا نسحب الهوى وقلنا ان عند الفرق عند الشرط ده وعند الضغط ده هتبدأ تخرج الاشعة من الكاسود فيه بقى حاجة نخلي بالنمية الهوى كان موجود هنا ماشي عملتي انت خرجته كويس حطيت مكانه ايه هل هنا بقى فاضي خالص وده من ضمن الاسئلة اللي وصلت لنا وكان فيها لبس شوية لا احنا بعد ما بتسحب الهوى كاملا للخارج عن طريق كده حاجة زي الابرة السرنجة بنحط جوه هنا شوية غاز كمية غاز بسيطة بما انك خرجت الهوى اصبح الغاز اللي موجود جوه دلوقتي عنده براح انه يتحرك في كل الاتجاهات طب الغاز اللي انت حطيته ده سوان الغاز ده موصل ولا رضيء ولا عازل احنا اتفقنا ان جميع الغازات في الظروف العادية رضيئة التوصيل الكهرابي وكان فيه حد بيسأل بيقول لي ايه فارق بين كلمة رضيئة التوصيل وعزلة رضيئة التوصيل يعني ممكن توصل لك بس بدرجة ضعيفة وتحت ظروف معينة ممكن توصل طب عازل لا عمره ما يوصل لك اه كهرابا نهائي زي مين زي الخشب الخشب بالنسبة لنا عازل زي مين البلاستيك دي مواد نسميها عازلة زي مين اللباد اللي بيعزل الصوت وبالتالي كلمة رضيئة يعني مواد لا توصل لطهاري كهرابي في الظروف العادية بس مين الممكن تحت ظروف معينة وبعضها مش كلها كمان طب انت حطيت الغاز هنا يعني انت شلت الهوى وحطيت هنا ايه غاز ده معنى كلمة التفريغي الكهرابي ليه الغازات وليس ليه الهوى عشان الناس كانت اختلط عليها الامر ايه اللي هيحصل الغاز بتاعك اتعرض كده لفرق جهد عالي مع ضغطه منخفض بيحصل له عملية تأيون ونقف هنا شوية يعني ايه تأيون يعني يخرج منه الكترونات يتحول لأيونات ازاي يعني فاكر ما كنت بقول لك السوديوم 11 كنت بتقول لي ايه اتنين تمانية واحد وهنا النوافية موجب 11 كل بيحصل ايه تقول لي ده بيفقد يا مستر صح يتحول لأتنين تمانية وتقول لي اني ايه موجب ده ان شاء الله هستسكو فيه في الحلقات اللي جاية ازاي تكتب رمز كيميائي ازاي تكتب موجب واحد موجب اتنين وهكذا كده عملية تقول لي كده حصل تأيون يعني ايه بقى تأيون تحول من زرة متعدلة لزرة غير متعدلة ثواني يعني ايه زرة متعدلة عشان تبصي الناس اللي بتسأل في كل تفصيلة احنا كده مش تريبين حاجة ان 11 معناها يا ولاد يعني 11 بروتون جوه النواه بتوزع اتنين تمانية واحد 11 الكترون خارجي بيلفه يبقى دول موجب 11 دول سالب 11 متنساويين اقول لي اه متساويين ونقف هنا شوية واحد يقول لي ازاي موجب 11 بيساوي سالب 11 لا هنا مش رياضيات خلي بالك بمعنى ايه بمعنى ان انا اقول لك 11 لعب من الاهلي 11 لعب من الزمالك كعدد متساوي كلون تشيرت مختلف كعدد جزيئات او جسيمات متساوي كشحنة مختلفة وبالتالي اجا اقول لك الفرق بينهم هنا كام تقول لي صفر وتتكتب ايه ان ازيرو يبقى ده معناها زرة متعدلة طيب الزرة المتعدلة دي معناها ان عدد البروتونات بيساوي عدد الالكترونات طب انت قلت له يا مستر ان هيحصل فقط الواحدة هيخرج يبقى الموجب 11 اللي جوة اللي موجودين معانا في النواة مشان يجي جنبيهم بره بقى كام هتقول لي بره بقى سليب 10 اللي هما دول طب كده متساويين هتقول لي لا غير متساويين طب مين اكتر مستواني معنى اللي هما غير متساويين بقت زرة غير متعدلة كلمة زرة غير متعدلة وانت مغمض ده اللي بنقول عليه ايون طب الايون ده انزامه مين ازيد من مين قدامك هتقول لي الموجب يسمى ايون موجب يبقى عند خروج الالكترونات تتحول للزرات المتعدلة الى زرات غير متعدلة اي تتكون ايونات ده معنى كلمة تعيون فهمت القصة ماشي ازاي يبقى انت ما عرضت الغاز هنا حصل له تعيون يعني ايه تعيون يعني خرج منه الالكترونات طيب هتخرج الالكترونات هتصطدم بالجدران في كل حط بما فيهم الكسود بما فيهم الانود لما استضمت بالكسود تنفرت معاه ورجعت في خطوط مستقيمة نحية الانود وخبطت في المادة اللي هنا وعملت لها انارة اضاءة وبالتالي يبقى مصدر الالكترونات مش البطارية لا مصدر الالكترونات هو الغاز اللي انت حطيته جوه ايه اللي حصل فارق الجهد العالي مع الضغط المنخفض حصل له تقاين لما حصل له تقاين خرجت منه الالكترونات اصبح موصل للقهرباء طيب الالكترونات حصل لها ايه خرجت من الزرات في جميع الاتجاهات منها اللي خبط في الكسود تنفر مع الكسود فارجع فعرفنا من هنا ان شحنتها سالبة ادي اول خاصية وسميت بقى شعة الكسود لانها ظاهريا خرجت من قدام عينينا من الكسود باتجاه الانود واضائة اللي هو الزنك سالفايد او كابريتات الزنك اللي كانت منغطية بيه هنا واضح؟ يبقى اذا المصدر الالكترونات ايه؟ الغاز نتيجة ايه؟ التقاين تعرض لايه؟ فرق جهد تحت ضغط منخفض اصبح موصل طب نقف هنا شوية كتير من الطلبة كانوا بيتكلموا معايا بيقولوا لي مستر يعني ايه موصل الكهرباء؟ ايه هي الكهرباء اصلا؟ يعني ايه موجب؟ يعني ايه سارب؟ حتة كده سريعة عشان في بعض الطلبة حبوا التفاصيل دي بنقول فيها الكهرباء؟ انت خدتها في عدد السيل من الالكترونات يسر عبره موصل لأ واحدة واحدة انت دلوقتي خدت معايا التقاين يعني ايه؟ يعني الزرط تاعتك بتفقد الالكترون لو انت فقدت الالكترون ده والالكترون مشي في سلك وخلي بالك هو ما بيمشيش هو بيعمل حاجة اسمها زحزحة بيزيح الالكترونيات بتاع الزرط بتاع السلك بمعنى تعال ورهيها لك ادي سلك السلك اللي قدام عنك ده انظامه فيه انوية ايه؟ ده مصنوع مثلا من النحاس خلاص يبقى ديه زرات النحاس اوكي؟ كل زرات من زرات النحاس عندها الكترونات موجودة في الشكل ده في المدار الاخير بتاعها تمام؟ ده سلك النحاس من غير ما توصل له اي حاجة عبارة عن انوية والكترونات حضرتك بتيجي توصله ب مادة بتفقد الكترونات يعني فيه الكترونات جاي يحصل ايه؟ يحصل كالتالي الالكترونات دي تعمل حاجة اسمها ازاحة ده يزق اي ده وده يزق اي ده وده يزق اي ده لغاية ما ده ينزل من هنا كده اصبح معاك اللي اتحرك من هنا ازاح الالكترونات عشان كده يطلق على ده اسم موصل معدني وكلمة موصل معناه انوصل الالكترونات من الطرف ده اللي هو مصدر الى الطرف الاخر اللي بنتسميه المستحلك خلي بال العنفاظ هنا فرق كبير يبقى ايه زم ده يصبح موصل معدني وليس منتج كلمة منتج غلط مش هو اللي بنتج الكهرباء هو بيوصلها عن طريق ازاحة الالكترونات في زراته الالكترونات دي بقى لها حرية الحركة هي بتسيب الزرة وبتخرج لأ زحزحة بتزح اماكنها لغاية طبعا بتوصل للحتة دي واضح؟ ده بالنسبة لكلمة التوصيل المعدن طب هو فيه كهرباء مصدر هبنسمع الناس يقولك في حمام السباحة وكبل الكهرباء وقع الكهرباء هنا بنعلمك بقى حاجة تاني خطاف سنة اولى ان التوصيل الكهربي توصيل خلي بالك مش انتاج توصيل الكهرباء لو عندك محلول لازم يبقى فيه ايونات مجابة وايونات سالبة بتتحرب في المحلول وكاننا سمنا السنة اللي فاتت تحت اسم الكتروليت يبقى اذا عندك الكهرباء بتنتقل وبيتم توصيلها عن طريق حاجتين اذا كانت مادة معدنية يسمى موصل معدني اذا كان محلول ماء يحتوي على ايونات مجابة وايونات سلبة وتسمى بيه الايونات الحرة يسمى بالالكتروليت واضح؟ طيب كده احنا شلنا الجزئية بتاعت التأيين الغاز عرفت كويس قوي المصدر بتاع الطيار الكهرابي بتاعك شغال ازاي وعرفت ان الانبوبة بتاعتك اللي احنا تكلمنا فيها دلوقتي خلاص اتفراغت والغاز هو مصدر الالكترونات وظاهرين قلت لك ظاهر من الكاسود لانه التنافر خبط فيها تنافر معاها رد تاني الكاسود فيه خطوط مستقيمة طيب بعد ما عملنا التجربة ايه اللي حصل؟ بدأت حاجة اسمها المشاهدات يعني ايه بقى المشاهدات؟ نستنتج من اللي حصل ايه؟ رقم واحد تم تغيير الغاز بمعنى كنت حطت مثلا الاكسوجين شلت وحطيت نايتروجين بلاش نايتروجين خلينا في مين؟ خلينا في الفلور خلينا في الكلور غازات حطناها هنا بعد ما حطتها عرضتها نفس الظروف العشر تلاف ويه زير بوينت زير وانوها كذا فوقه بانها خارجة بنفس الطريقة يعني جميع الغازات بتنتج نفس الاكسام لو اتعرضت لنفس الظروف يبقى اذا الاكسام دي موجودة في كل المواد اللي اتحطت هنا الاكسام دي شحنتها ايه؟ اول حاج سالبة ليه؟ ودي احنا عارفنا طريقة تنفرت مع الكاسود اللي بوجود فيه امبوبة الكاسود ريز او اشعة المهبط طب اتنين هل هي ايه؟ هل هي جسيمات ولا موجات ونقف هنا شوية تعال بقى ناسيسك ايه حكاية الموجات والجسيمات العلم زمان كان مقصوب اتنين علم الاكسام وعلم الامواج دا ليه قوانين خاصة بيه ودا ليه قوانين خاصة بيه طب ايه الفرق الجوهري بينهم لان احنا هنحتاجوا في نظرية الزرير حديثة كلمة جسيم يعني معناها ليه كتلة تقدر توزنه ليه وزن حتى لو كان صغير طب كلمة موجة لأ الموجة ملهاش وزن ما تتوزنش دا فرق الجوهري ما بلت نين فطبيعة الحاجات اللي خرجت من الغازات دي ايه اللي خبطت وتناصرت مع الكاسود ورجعت في اتجاه الانود طبيعتها ايه هل هي جسيمات هل هي موجات طب تجربة بقى من المستويات العليا اللي بنتكلم فيها ونقول لك تعالي عرفوا ازاي ان هي جسيمات يعني مش امواج لأ تلعب جسيمات جسيمات ازاي بص كده على الشكل ده وقل لي هتستنتج بينه ايه هنعمل لك كده بيدا مستردوار ده لأ مروحة يبقى دي ايه مروحة ماشي عرضوها للاشعة دي دفعنا فجأ بالمروحة بتعمل ايه بتلف يبقى اكيد في حاجة خبطت فيها جسيمات صلبة هنقول ايه هنقول زي الظلط الصغير مثلا مثلا خبطت فيها وخلتها تلف دوران ده يدل على ان هي ايه جسيمات يبقى دي تاني خاصية بالخواص اشعة المهبط سالبة وعرفنا جات ازاي اتنين جسيمات تلاتة قدام عينينا مشت في خطوط مستقيمة طب اربعة تعالي لي بقى ايه ده احنا تأسسنا فيه الحلقة اللي فاتت مستر ايوة حطيلي الموجب حطيلي السالم بس مستر ده مجال كهربي فيه سؤال جالنا برضو بيقول لي الفائد بالمجال الكهربي والمجال المغناطيسي اولا كلمة مجال معناها فراغ يظهر فيه اثر الشحنة مجال كهربي هي بديه شحنات كهربية والفراغ ده بيظهر فيه اثر الشحنات الكهربية تم مجال مغناطيسي مغناطيس يظهر فيه اثر كهوة الجذب والتنافر وده هتدرسه ان شاء الله في سنة ثالثة واتعرف دور الالكترونيات المفردة في موضوع الجذب ده ايه طب مستر بعد اذنك انا الاشعة دي هعديها من هنا يا طرح هتنحرف ازاي هتقول لي خلصت انت اسستنا فيها وعرفتنا بما انها سليبة يبقى مستر لما تخش هتعمل كده في الاتجاه ده يبس اعتقل لك الاشعة دي اسمها هي تقول لي اشعة المهبط او اشعة الكسود طب هي اخدت الانحرف ده ليه هتقول لي عشان هي اصلا سليبة يا مستر فهتنحرف نحية الموجب كويس يبقى رقم اربعة ملح تنحرف بمين بالمجال القهربي والمغناطيسي تتأثر بيهم ماشي خمسة الانبوبة بلمسكها لقينها سخنة معنى كده يعني ايه يعني صفحة البلاتين اللي محطوطة هنا بنشوف حرارتها لقينها حمرت معنى انها تحمر او معنى ان حرارتها ترتفع ان الالكترونات دي اللي هي الجسيمات السليبة دي ان هي اشعة المهبط دي مل لها تأثير حراري طب سواني يبقى ان كده خوصها سالبة جسيمات وليست موجات تسير في خطوط مستقيمة تتأثر بالمجال الكهربي والمغناطيسي لها تأثير حراري فاضل واحد اه ايه بص كده لدول اكسوجين كلور انت غيرت الغازات غيرت مادة الكسود نفسها حافظت عشرطين دول لقوا ان اشعت المهبط خارجة معنى ذلك انها توجد في جميع المواد او العناصر كويس في جميع لا خلينا في العناصر يبقى عبد ادق مش المواد تفقنا طب معنى كده ان انت عندك ست خواص لاشياء المهبط في ست خواص دول ممكن يجيلك اسئلة كتير جدا مستويات عليا على الجزئية دي طيب ايه هي الاسئلة اللي ممكن يلعب عليها معاك ويقولك تعالي بقى انت فهمت خواص حرص لا انا فهمت خلاص جت ازاي وعرفت تعال انت فهمت تعال نلعب كده مع بعض في شوية اسئلة انت فهمت الخواص دي ولا لأ بص يا سيدي اول سؤال هيعمل لك كده مجالي كهرابي طيب ويحط لك كده هنا ويقولك دي اشعة مهبط ارسل المصار بتاع اه طيب دي هتعتمد على ايه هتعتمد انك حفزة وعارف كويس اولي الخاصية بتاعتك ايه اني اشعة المهبط سالبة يبقى مستر هتمشي كده ادي اول واحد طيب ادي واحد التانية الانبوبة هي وحطينا الصفحتين اللي قلنا عليهم والحديدتين بتوع التجربة والبطاريات يقولك سواني سواني البطاريات دي اتمسح السالب والموجب اللي عليها مش عارفة خلي بالك بقى يعني ايه يعني انا يا باشا وصلت وحطيت بس السالب والموجب مش عارش مين ده ومين ده اتمسحوا ده في دون الاسئلة كده ايه تم محو الاشارات السالبة والموجبة من على البطارية كويس واجريت التجربة عملنا التجربة كويس وبعدين هيقولك هنا وهنا درجة حرارتك هنا خمسين درجة درجة حرارتك هنا بتصل لي هنقول متين درجة كويس اقولك لو سمحت حدد حدد ايه اي القطباي سالب وايهما موجب سؤال زي دوت يعني هقول في ايه سوان ده ده بديني درجات حرارة يبقى بيكلم على خاصية التأثير الحراري طب هي انطلقت منين هي بتنطلق من الكاسود رايحة للانود بتغبط فيه بتغبط فيه صفحة البلاتين اللي وراه اللي هو او البلاتين نفسه بتاع صفحة الانود والجدار اللي وراه كمان بتسخنه تمام ما لها نتسخنه يعني درجة الحرارت هترتفع عن الطبيعي دي درجة حرارتها خمسين دي درجة حرارتها متين مستر يبقى هي التاجهة في الاتجاه ده خبطت هنا رفعت لدرجة الحرارة اوكي وبالتالي يبقى اتجاهها من هنا الهنا يبقى ده الكاسود ده السالب وده الموجب بتاع البطارية قدم دم الاسئلة بتاعت الاشعة المهبط طبعا بنسبانا اه اشعة المهبط او بنقول كده الكاسود ريس تيوب اشعة المهبط او الانبوبة بتاعتها بتستخدم حاليا في التلفزيونات كبنقول عليها كده ايه بامب فور الكترونز يعني بتعتبر مضخة الالكترونيات على الشاشة هي اللي بتديكي الالوان هي اللي بتديكي الصورة هي اللي بتديك كل حاجة ده بالنسبة لي اشعة المهبط كويس هنطلق مع بعض فصل بسيط وهنرجع لكم مرة تانية استدعو اه كده لنهاية التجربة طيب التجربة دي اثبتت ايه اثبتت ان فيه جسيمات موجودة جوا الزرة الجسيمات ديت سليبة الشر سوين هي جوا الزرة ولا جوا المادة ولا جوا العنصر لا هي جوا كل ده لان الزرة هي واحدة بناء العنصر واحدة بناء المادة نفسها طيب الزرة دي نظامها ايه قالك ان الجسيمات اللي انا اكتشفتها دي سليبة الشرحنة موجودة في كل المواد فيما بعد مش تومسون بقى بيسمها لا ده واحد تاني بيسمها سميت فيما بعد باسم الالكترونات يبقى تم اكتشاف الالكترونات عن طريق تجربة التفكير الكهرابي طيب بعد ما خلص تومسون التجربة بتاعته حطينا نموذج لتصوره عن تركيب الزرة من الداخل هاللي بال بويل دالتون الفلاسيطة الاغريك ومعهم كمان تومسون متفقين على حاجة واحدة ان الزرة بتاعتك من الداخل مسمطة فهو قال ايه قال الزرة بارة عن كرة مسمطة من الشحنات المجابة والالكترونات لا ما قالش بقى الالكترونات والجسيمات السالبة اللي تم اكتشافها على الطريق موجودة مترشقة جوه مغموسة يعني احنا لو قربنا المثال لك كده هقول لك عاملة زي البطيخة البطيخة ايه مسمطة مش مفرزة من جوه طيب الاساس فيها مين هتقول للحمر بتاع البطيخ مين مترشقة جوه هتقول للالكترونات يعني ايه ده البازر اللي مترشقة جوه هو قال لك نفس الكلام ايه النموذة جوه قدامنا بالمنظر ده ده تصوره عن الزر مسمطة من ايه قال لك من الشحنات المجابة وتنغمس فيها الشحنات السالبة بالتساوي يعني كل موجب قدامه واحدة سالبة من منظر لذلك الزر تبقى متعدلة كهربية وعارف الاسئلة الجيني في الجزئية دي هيقول لي هو عارف منين ان في موجب طب احنا عارفنا ان فيه سالب عن طريق التجربة طب عارف ازاي ان هي موجب فيه جوه موجب موجب مفيش تجربة اثبتت لنا ان فيه في الزر بتاعتك حاجات موجب بوس يا سيد القصة ما فيها ايه ان دلوقتي موضوع الشحنة الموجب وجودة جوه زر التونسون استنتجها بالعقل اولا لو مسكت حتة حديد حتة الدهب ايه اللي هيحصل معاك فيها هتفاجأ ان انت ما تتكهربش معنى ما تتكهربش يعني يعني ما فيش واحد من دول زايد عن التاني قد بعض ده معنى كلمة تعادل يبقى اي حاجة ان انت مسكت حديد في الشارع والكهرب يتقش ليه هتقول لله ان يا مستر عدد الموجب قد عدد السلب من غير مدرسة لو انت ما فيش الكهربة هتتكهرب ليه لانك زودت الالكترنات السلبة عن الموجب اللي موجود دخلت الالكترنات زيادة طيب ده تونسون ايه بعبارة عن ايه من نموز تونسون اقول فيه الزرة عبارة عن مسمطة ماشي منين من رحنات الموجب يعني نغمس فيها الشرحنات السلبة طب بعد ما تنغمس فيها الزرة متعدلة لتساوي العدد بين اللي اتنين السؤال تاني بقى ممكن في التعريف ده تجيني سؤال مستوى علي في التعريف ده كمان اه تعالشوا في الشكل لكده وقول لك اي من الاشكال التالية يعبر عن زرة طمسون ويعمل لك كده يلا بالمنظر اللي قدام عينيك ده ايه تقول استاني ده الشكل الف الشكل بيه الشكل جيه ايه كثقة كفية اولا زرة طمسون بتقول ان عدد شحنات المجابع يسوي عدد الشحنات السالبة 1 2 3 4 2 مش ده 1 2 3 4 1 مش ده 1 2 3 4 1 1 3 هو ده ما Casa يبقى انت اكده من التعريف ايجح الشكل بسلوب ده ده كان طمسون بل نموذج بتاعه والغادي الوقت الانتفاق على شيء واحد وهو ان الزرة مصبطة من الداخل وتحتوى على شحنات سالبة اللي اكتشفها العالم تومسن 1911 فيه اتنين علماء جايجر عند مارسدن دول علماء اشعاع كانوا بيدرسوا خاصية ان الاشعاع اللي بيطلع من العناصر المشاعة لالالفا والبيتا والجامع قدرته على اختراق الاكسيم اي يعني الغرض من التجربة قدرته اختراق يخترك الجسم ازاي يضره ازاي يعني الجيب عنصر مشاعر انت خدت بسنة اولى بيطلع الفا وبيتا وجامع طيب كانوا بيعملوا ايه كانوا تحت اشراف العالم الانجليزي ايرنست رادرفورد العالم دوت كان بيدرسوا مع بعض التلاتة دايجر ده علم اشعاع بيدرسوا ان انا طلعت الفا طلعت بيتا طلعت جامع وحطت قدامها شرايح من مواد مختلفة هتخترقها ولا لا طب لو اخترقتها هتخترقها بالنسبة قد ايه طب هتخترقها كليا في حاجة هترد فهنا كانت الاساس من التجربة كبدايات عبارة عن مدى قدرة المواد على الصمود امام اختراق الفا وبيتا وجامع مدى قدرة الفا وبيتا وجامع على اختراق هذه المواد يبقى ده الاساس كان من التجربة في البداية من اللي اطلع لهم في التجربة بدأوا يستنتجوا حاجات تالية خالص هنتكلم فيها بقى دلوقتي التجربة عندك في المنهج تحت اسم تجربة العالم رادارفورد شارك فيها وقام بلا هي التجربة قبل ما لابدأ فيها تعال في ما عملنا في حاجة اسمها مفردات التجربة المفروض حضرتك تعرفوا قبل ما اشرح التجربة بحيث هو انا بتتكلم انت فاهمني ايه المفردات النهاردة اللي عندنا رقم واحد مفردات التجربة واحد عنصر مشاعع يعني ايه وايه انوال شعع اتنين صندوق رصاص تلاتة كابريتيت زينك او بيسموه التوتياء طيب واحدة واحدة نبدأ بدا يعني ايه عنصر مشاعع ده درسته في سنة اولى عنصر يتواجد في الطبيعة النواة بتاعته نسبة البروتونات والنيترونات فيها مش متعلمة يعني واحد لواحد ده بنتسميه عنصر سابت واحد لغاية واحد وستة من عشر ده بيسمي عنصر مشاعر يعني ايه مشاعر بس هنا البروتونات والنيترونات بالشكل ده كنت بتاخدها السنة اللي فاتت بالمنظر ده جوه نبات الظرف ايه اه نتيجة عدم الاستقرار ما بينهم طاقة الطرقة اللي ما بينهم بتبقى ضعيفة بتتطرق يخرجوا من النواة في صورة ايه صورة اشعاع يسمى الاشعاع النووي تلبية نواة عشان خارج نواة طيب خارج ايه ايه اللي خارج لو تفتكر اتنين بروتون واثنين يوترون يخرجوا كده مرات وكان بيسمى اشعاع قلبة وكان رمزه بالمنظر ده طيب لو خرج النجا السالب بس كان يسمى بيتا السالب طب لو خرجت اشعاع وليس جسيمات وكان بيسمى جامع دول انواة الاشعاع طب العنصر المشعاع بيطلع منه التلاتة اه بكميات في عناصر متوسطة الاشعاع في عناصر عالية في عناصر محدودة ماشي انا معايا عنصر مشعاع عايزا من مكان لمكان انقله ازاي مستر لو شيلته وتعرضت للاشعاع صباح الخير بتاع الاشعاع ده كانسر صنعه ولا عزو بالله طب انقله ازاي النازل بتتعامل مع العناصر المشعاع ازاي في المعامل ففي حاجة اسمها بدل مضادة للاشعاع طب في الواد بيتصنع منها سناديق بيتحط جواه العناصر المشعاع دي داي مين عندك مادتين تختبالك منه الرصاص ويه الاسمنت المسال حليل خرص ايه حكاية الرصاص لو انت معاك عنصر مشع بيطلع اشعاع وحاطيه جواه وانت واقف هنا بيش رايح صلك حاجة ليه الرصاص لها قدرة عالية جدا على امتصاص الاشعاع الاشعاع ايه اللي هي النووية اللي هي الفا وبيتا وجام ما يخليهاش تخرج ما بتخترقوش بمعنى اصح واضح يبقى انت كده دلوقتي عرفت صندوق رصاص ليه يمنع الاشعاع من جميع الاتجاهات طب لو انا فتحت له فتحة هنا كده هيخرج منها يبقى انت اكده تخترق صندوق رصاص بتتحكم في الاشعاع اللي خيرك طب ما عنديش رصاص استعمل اسمنت فهمتني حتى زمان ايام الحرب الباردة ايام اتحدى السوفييت وامريكا كان في الخوف من الحروب النووية كانت بتبنى المخابق من الحروب النووية تحت الارض خرصانات بصمك كبير جدا عشان الاشعاع ما يختاركش المخابق دي كانت بتتصنع من الاسمنت طيب نخل شعال ثالث ايه دي دي اسمها كابريتي دي ازاي ايه كابريتي دي ازاي كابريتي دي ازاي مادة لو خبط فيها جسم مشاع وهتشوفها دلوقتي معايا على الفيديو بتعملي بتنور وتدفي ويتعلم مكانها كانت بالزبط دخلت كده لقيت حيطة لسه مدهونة جديدة روح تقسك بومبة وحدث عليها البومبة هتنفجر ويتعلم مكانها ايه بالزبط دي المادة تسمع ايه كابريتي دي ازاي طب هي ليها بدايل اه ليها خلي بالك وده في الجزام الجديد كابريتي دي الزينج ده عندك طب بدايلها ايه لو حاب يلعب معايا قالت مادة بنسميها كده ايه فسفوري نواد الفسفورية لما بيسقط عليها ضوء زي كده العسكري بتاع المرور لابس لون بورتقاني ولابس لون لاموني باللي عشان الاول لما يضرب فيه ضوء العربية تشوفه قدام عنيك بيبقى فيه وميد تبقى ايزا لو شال كابريتي دي الزينج وقالك حابت ده فسفورية هي هي ما نفس المعنى فهمتني طب يبقى انت ده مفردات التجربة معاك ايه صندوق رصاص عرفت وظيفته اه عرفت يمنع الخروج بتاع الاشعاع معاك ايه معايا كابريتي دي الزينج اتفقنا حطينا ايه حطينا عنصر مشاع تمام طيب دي كده بالنسبة لك مفردات التجربة ايه اللي حصل هما كانوا بيقيسوا قدرة آآ الفا بالذات على اختراق الاكسام مش معنى الفا ليه الفا رقم واحد تقيلة يعني اتقل واحدة فيهم من حيث الكتلة فيها اتنين بروتون واثنين نيوترون فسرعتها تبقى ابطأ شوية وقدرتها على الاختراق هتبقى بطيئة ضعيفة بمعنى هعرف ادرس تأسلها بيتا سرعتها تسعة على عشر من سرعة الضوء فيها جثيبات بس صغيرة هي ببرة زي الالكترون بس سرعتها عالية قوي معنى ان السرعتها عالية عن قدرتها على الاختراق عالية قوي هل حق ادرس الاسر بتاعها في الاختراق شكل وعامل فهمت طيب هي هتختارك ايه هما كانوا بيجربوا على شريحة الدهب طب ونقف على الدهب هنا شوية ليه شريحت الدهب او معدن الدهب بالاخص الدهب من المواد اللينة خلي بالك هتقول لي ده في البيت عندنا ماما لابسة سويرة صلبة شوية ده مش دهب صافي الدهب الصافي البيور لين يعني ايه ده مخلوط بالنحاس عشان كده يقول لك عالية 14 18 وهكذا ده اللي بيدله صلابة اه طب الدهب نفسه ايه نظام معدن رقم واحد تقدر تيعمل منه شريح رؤية قوي يعني اقدر يفرده مادام لين هيبقى عمد زي العجيب يعني اقدر يفرده بتجيب منه ارأة صمك خلقه ربنا من الشريح حتى بيسموه في الصغب بيسموها ورقة الدهب طيب ايه الورقة دي شفت الفويل بتاع الالمونيوم اللي عندك في البيت الفويل اللي ورقة الفويل الالمونيوم وهي زيها بالزد ورقة بس من الدهب طب الدهب ليه تاني يبقى كده اول سبب اننا سهل الحصول عليه على شريحة رؤياء جدا لانه لين بيصل لحوالي مية زرة يعني صمك الشريحة دي حوالي مية زرة بس وده بالنسبة لنا اعجازة مية زرة لانت عندك الزراس الدبوس فيها اثنين مليون واضح ليه الدهب عشان الاسئلة اللي هتيجي تاني الدهب الشحنة الموجابة في النواة بتاعته من جوا ما بعد تسعة وسبعين وهنعرف السبب دلوقتي تبدأ يفاقصر معايا في ايه هتعرف واضح يبقى جسيمات الفا ليه تقيلة حركتها مش سريعة زي بيتا وجامة سرعتها مش كبيرة قدرتها الاختراق ضعيفة فهقدر ادرس الاسر بتاعها على الشرايح الرؤياء اللي هنستعملها فهمت قصة رسابورد ايه هو وجاير طيب تعالى نرسل التجربة الاول نشرحها وبعدين نشوفها مع بعض فيديو ونستنتج ايه اللي حصل معانا ادي صندوق الرصاص مزود بفتحة حطينا من عصر مشاع مزر لقصة ايه الفا الموجبة كده الفا بتتحرك في جميع الاتجاه صح بس مش هتخرج بر جبنا الشريط معدني وده الناس بريتيد الزنك خلاص خلاص ماشي افتح الباب فتحنا الباب الفا مش هتخرج بر من هنا خرجت في خطوط مستقيمة خلي بالك صندوق رصاص في حاجة اسمها معوجة رصاص او ورقة رصاص بتركز الفا اللي بتخرب في خطوط مستقيمة خرجت الفا خدت مستقيمة في خطوط مستقيمة خبطت حصل ايه نورت وطفت وعلمت مكانها تمام طيب وبعدين قفلنا الباب ناشي عملنا ايه حطينا شريحة الدهب الرؤية اللي بقولك عليها ده ورقة الدهب وبعدين فتحنا الباب مرة تانية خرجت اشيعة الفا كده اصطدمت في شريحة بمين اصطدمت بشريحة الدهب نقف هنا بقى اولا هي اصطدمت بشريحة انا قبل التجربة دي كل العلماء والناس بتقول ان الزر من جوه مسمطة عاملة كده بالشكل ده صح اه طب لو اه لو الفا اللي قدرتها على الاختراك ضعيفة والزرة مسمطة بالمنظر ده خبطت في الشكل ده هتعمل هتقولي طبيعي جدا حيطة سادة هتبع كلها هتعمل تمام طب لو اصطدمت الزرة فرغة بالمنظر ده هتقولي خلاص يبقى كل الفا هتعدى بنسبة 100% واضح كلام جميل اللي حصل اللي حصل كالتالي عدت الفا من شريحة الدهب خبطت نفس المكان بنسبة تقرب من 99% وفجئنا بعلامات بتنور في المناطق دي هنا وهنا معنى ان العلامة دي تنور والعلامة دي تنور يبقى الفا جات هنا والفا جات هنا هالمصدر الوحيد للإضاءة لما يقبط في الكابرة تيجي الزين جاي ألفا مش حدي تاني يبقى اذا الزرة ايه لا ثواني بقى ده انت 99% عد 99% اللي عدت معناها انها لغت لك الشكل تنهائي لو مسموها كان كله رجع ده 99% عد طب يبقى هي بالشكل ده يا مستر انسى ليه كان 100% عد انما 99% لا يبقى فيه حاجة في النص رجعت لك الواحد في المية دي الورا انت عرفت منين انها رجعت العلامة دي تفسيرها ايه العلامة دي معناها ان الفا مشيت كده وجات كده معنى هتيجي كده يبقى خبطت في حاجة سونونة مسمطة صح اه طيب اه يبقى فيه هنا في جزء في الزرة بالشكل ده طب وباقي بالشكل ده يعني هرسمها ازاي الزرة دلوقت هرسمها كده كله عد من هنا صح وفيه اللي خبط لا دي ما نعكس ده كده ده كده حصل لها انحراف عن المصار المصاري الطبيعي هو واضح تمام يبقى كده حصل لها حتى من حرفت ليه تعالوا نشوف دي الزرة بالشكل الجديد الزرة بالشكل الجديد اللي احنا بنوسمه لك دلوقتي ابرا عن هنا في النص جزء صلبي الجزء الصلبي ده قدى ليه انه اشعة الف ارتداء وباقي الاشعة مع الداية طب مش عايز اعرف اللي اجيه هنا كده وراح عامل الشكل ده كده معناها ايه الف مجاب معنى انها اتقرب هنا وفي المنطقة دي تقعد يبقى تنفرت مع الجزء المسمط معنى انها تتنفر معاه يبقى ده كمان يحمل شحنة مجابة ومن هنا تم اكتشاف وجود شحنات مجابة داخل النواة تم خلاص طيب تعالوا نشوف ايه التجربة دي مع بعض على اللاب نشوف التجربة ونفصص حتة حتة كده مع بعض نبص كده مع بعض على اللابتوب اه التجربة بتقولك ايه ان انت حاطب دلوقتي اه صندوق رصاص وصندوق رصاص اهو وطلع منه الف يبقى انت بتتكلم في ايه دلوقتي انت بتتكلم ايه ده مستر ده صندوق رصاص ماشي وده ايه ده اللي هي الفة يعني جسيمات بتاع من شحنة طيب دي اه هي دي دي الفة ايه اللي حصل مجرد ان انا فتحت الباب بدأت اخر بص كمل معاي بس نقف هنا كده شوان يعني الحتة دي هنا كان فيه ده عنصر المشاع تمام مين الشريط ده ده شريط المدهون بكابرتي دي الزينك تفقنا نكمل نقف هنا بالمنزر قدام عينيك كده مشت في خطوط مستقيمة خبطت في المكان ده يبقى تواجه الفة في المنزر ده بنسبة ما رحتش في اي حتة تانية غير المكان ده طيب ايه اللي هيحصل بص المنزر بس حط مين كده في النصر اوه كده انت حطيت شريحة الده لما حطيت شريحة الباب في مصار الفة هنشوف لو كانت ارتدت كلها كانت هتبقى نزربه سماط طب لو ارتد بينها جز وعدى جز تعال نشوف الدنيا هتبقى ماشي ازاي نقف هنا بقى كويس هنا بالشكل اللي قدام عينيك خبطت هنا يبدأ انحراف رجع رجع بعض دول كده تفاجأ بالاتنين دول يعين يبدأ بيصلي بيديك الجزء بتاع الانعكاس واضح ده شكل اخير المنظر بتاع مصارات الفة منها اللي بيرتب منها اللي بنحرف وبينها اللي بيعدي في التجربة دي يبقى انت دلوقتي شرحت معك تجربة رادر فورد تخلصناها عرفت كويس قوي ان في التجربة ديت اكتشفنا وجود النواة النواة بتاعتك مجابة عرفت منين ان حضرتك دلوقتي في جسيمات الفة انحرفت في وجود نواة اه في وجود نواة طيب في انحراف اه في انحراف سؤال الحلقة هدهولكم هنختم بيه بقى ان شاء الله دلوقتي هو كان مستعمل شريحة من الدهب وانحرفت الجسيمات نتيجة وجود شحنة مجابة سؤال الحلقة بيقول الشكل اللي هرسمه لك واختر انت الزاوية دي نواة الدهب ايو دي نواة الالمونيوم ده المصاري الطبيعي الالفة هنا انحرفت هنا انحرفت السؤال بيقول لك الزاوية دي والزاوية دي هنقول هنا ايه هنقول هنا بيه مين فيهم اكبر من التاني مع ذكر السبب خلاص ده سؤالنا لا استنى الاجابة عليه منك في الحلقات القادمة يبقى احنا كده ان شاء الله مقبل الحلقة بتاعنا خلصنا الوزار فورد لسه طبعا ما تكلمناش على النموذج بتاعه انه وعبار عن ايه وبيحصل فيها ايه وكواتر ده المركزي لسه كلام كتير جدا جدا في رزار فورد رجاءا محدش يسبق في الشرح ومحدش يسبق ويرجع يسأل اسئلة احنا لسه مش هرحنهاش طبعا ما لحلقة بحلقة واحنا تحت خدمتكم في اي وقت وقتنا معكم خلص نشوفكم الحلقة القادمة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته